اشتركوا في القناة طرفي الخندق بين طرفي الخندق طيب حقومة اه مسلمين شاوروا وسلمان الفارس اه شوارتها بيوم خندق الحفرة والنبي صلى الله عليه وسلم بالله شوارت الله و بالله غاية الناس او حفروا وخلصوا كل شيء من الوحر اه لجيش اه جهازة وفاقرة و لايضعتو لدبر سلعالها بايا وفنجي هوم وفنجي لعبائي لخندق وضو وديبو دفاعهم طابطو لا جنيت والانسوتات ولا نعيش ولا مهيني تاكان لوكال لوكال وتا تبابو ديبو اللي قليكا فقروا من قرحلو مدينة ولا مشركين كمان قريش من قبيب بانا متأت و اللهم اه لقبائل من نجد لما طلعالو وقاطفان و اللهم لتابع العلاكة كلهم تيبا معركة لهم دا اتفاقه وديب اللي حلف وديب اللي ان دا اتفاقه وقل لدمطالو ما طلعالو كلهم باتجاه المتأو اه ادي اه لمشركين من قريش لما او اربع علاف علو اربع علاف جندي اربع علاف مقاتل من قريش باكم اه ثلاثمائة فلس علا والف اه قمل علا باكم الف بعير علا باكم وا او سفيان للسوم علا وللوا انا يوم وروح اسمان بنا طلحة بنا ابي طلحة اللي عبدالي اللي بولو وتورا افعالا دي منطقة اه اسيالة تبهل اه من رومت الجروف البولا سميتها يعني دي با تكروا وكمان كمسللولا قبيلة قطفان ومسلهم من نجد اللي من لما طام اللي هم كمان كلهم مسل زي ستة الاف علو اللي هم باتجاه لكالاي اه بتكروا قروب من احد منه جبل احد منه كاراو اه اه والجيش اللي الجيش اللي عرمنا منه كله بضوح اللي حوالي عصر ارف اللي قابي كله قل المدينة اه طبعا هديا وافرحيا وبلاء وفتنة اه اه رعب نوعا ما اعتديبا وغلي فتنة انتو مطاياكم سلم الله سبحانه وتعالى بيلا اججاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاقت الابصار وبلغت القلوب الحناجرة وتظنون بالله الذنونة هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا دي بصورة الاحزاب اه ربه ياني قل المؤمنين سبت يوم والله سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا الهذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما اه سبتوا وامنوا الحمد لله بيلاو لكن المنافقين دي البابهم حمام العلا ومرد وقلل على المنافقين اصلا خير للا حد دي علو اللهم بيرو ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا والنبي صلى الله عليه وسلم دي مدينة ابن ممكتوم اللو استخلفه الو حدقة ولأنس والأجنيد كما اللا بينها من لعله أدبر ولا كانات لوقل ولا تباب ولا كرب دي بو اندقبه علو ولا اه مقاتلين ولا مسلمين سلاس الف اندقبه اندقبه اللي دي بر دي برسالة عندها بوا فين قيهوم فين قيه لكفار فين قيهوم فين قيه لمشركين لخندق وده ولخندق ده لحفرو اه بحق ولا لمشركين يعني يعني او اتقانوا بعد حوا استقروا او امنوا قل اللي تقدموا حدو اسكلا مدينة قل المعركات قل اللي يقود جوا قل ايتو وكم سنقدموا خلاش شوية قادمكم سنقدموا بلي خندق اللي تفاجأوا بلي خندق اللي تفاجأوا او اه طبعا اللي بدير مسل العرب دي بدي بالجزيرة العربية اللي حفر خندق اللي القنادق اللي الاموري علوني نزم دفاعات اللي حفره اللي خندق العبي اللي الاموري علوني ولي طبعا اه ابو صفيان بيلا اللي شغول اللي شغول يعني اه احنا لي امر العرب ليت امروه طيلا ما كيدتا اندبيلوكم سئلي مرة دي بطيش ودي بغضب ودي بآ اه 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 ارتباك حصل اغلوم ويعني تفاجأوا وإلا بداية تهزيمات اغلوم عالات وخلاص يعني قربو قل المتوق لحدو كان فنجيهوم وفنجيهوم مسلمين الحمدلله اللي خندق على ومسلمين دي بدفاعات طعب تعمتهم واكل قربو كان لكوفهم وقل لي قل يقربو كان ليد فونو او قباي قل يفتحو او قل اقل لي دو قلو بلا قوطن لمحكمت قل تعدو يقدرو اقتحام قل لي دو يقدرو قل لي توالد احبار قل تفقوه طريق حتى يقل لي دو يقدروني ولا مشركين خلاص اطارو قل راقل اقبلو مسلمين لاكفاد يبون مهتم قل راقبلو اطلهم لوكفاد يبون قل راقبلو محاولات ودوكم سئلي كذا مرة حاولو اقل قل اقتو ويقدروني لقايت ما لسلوات حلفتهم قل لي مسلمين اللي معل الله وسلاة الخوف ردتي حالتني اللي وكد قل لي وحوا مسل المغرب سلواء لسلوات ناي عدحا قل السلو يقدروني لكن حتى معل منا في الراس ناي قريش منا ابطال لنا يوم سب لهم مرام العلو مجمعات انتم اكينت عباب راقبوك عباب قل يعني لدفاع قل السبرو قل اتو جوا عند الحدو وقل لهم هيني يعني منهم اللي عمرو بن عبدويد علا وعكرم بن ابي جهل وضرار بن القطاب ومبالي هما قل لهم هيني لقصد لنا يوم لخندق قل اللي اقتو قل اتو جوا مسلمين قل المتعوم والمعركات قل تبدو جوا ما اللي همم قبيق اللي فتح للحدي لحلوتهم المسلمين انتبهوا ديبهم كالاكان ديبا دايق اوهم زيادة وفنقيلاء خندقوا فنقيلاء مساحات الهلية ديبا ديبا حط اوهم وديبا كرف اوهم ومبارزة المبارزة خلاص كروا ونا كروا ونا متقرنا متقرنات بالو وعلي ابن ابي طالب من المسلميتو فاقر اقلو كمنا فرمسلمون انتوهتو ما حل ابن ابي طالب فاقر اقلوهم كمنا فرمسلمون انتم واللي عمرو بن ود مبارزة طالبا يعني مقاتلة سراع قدلة طالبا و اللي عمرو بن عبد ود جريع على مرة وانسان قيت لاي على وفارس على علي ابن ابي طالب رضي الله عنه مرة منه خلقنا ايوه منه حركاتو يعني اتقاطبا واتكاروا واسكما منه فرس اتكاروا ومن قروب اتقاطوا علي بارزاو وعلي رب ما كانيوه قاتلو يقر اللي وانهزموا لبعدام وقر اقبلو واسكما اللي عكرما لكوناتنا ايوه واروه اه نوفال بن عبد الله لغولو دي با خندق ديوه واتكا ودي با قطلوه لمسلمين دي بلا وكد اللي مجموعات منه مشركين موتو دي بلا اقتحاملوا نقوش حسر منه مشركين قابوا موتو ومنه مسلمين زي سيس نفر قابوا موتو ودي بلا كان سعد بن معاذ سهم دي با قا حلنا ودي با قردابطيو ورب ادعى انو الله سبحانه وتعالى اقل ابقيوه لقريش منقال اقلر ايه وموتامنقابي دي بلا معركات الله بلجارح اللي بو اقل يموت لكن دعاك برضو مسالي هو دعاك ودعا دي من رب اتمنى ان ربو دي بلهم بني قريزة اللهم لاخينو منهم يعني ربي دي با قلق اللي رئيو با انتاتو يعني بقلن دي با قلق اللي يموت بيلا ولا تموتن حتى تقرر عيني من بني قريزة بيلا الا بحجار اللي دي قمدنا العالتا اقل اللي حلقة اللي بين الطرفي الخندق بين الطرفي الخندق فنقيله كل اوت خندق فنقيله اطرافو يعني من اللي انحق وسط راول تجاهل منكيني اللي عالو الطم اللي دراق اللي هيني لمسلمين عالو دي بو والمسلمين قرر هوم اللي دبر على والهم كان كشفت مطعم عالو واللي خندق لعبي اه اه عصر عربع زراع لحفورة وعربعين دولار الحفور اللي دي بو مسلمين ايامنا ساقوا دي بو اندال حفورو و دي با مسافر العباي سكن مدينة ليتحالف دي با واديا معلو وقل اللي حلافي قدروني المشركين وقبل هيني اه اللي كان دي با قصة تكلست الحلقة اللي حقوها يعني قدر بني قريزة واثرها على سير القزوة يعني اللي بني قريزة موديت وكفاءة ثرت دي با معركة دي با معركة لغزوط اللي لسه انتي تهلتني لان رأيات الانهاية كفاء على وكفاء قيسو الهوم وما حصلة تحرقة اثمت ان رأيها طيب بين طرفي الخندق و اقبلت قريش ومنتبعهم في اربعة الاف ومعهم ثلاثمائة فرص و الف بعير يرأسهم ابو سفيان ويحمل الواقم عثمان بني طرحة بن ابي طرحة العبدري فنزلوا بمجتمع الاسيال من رومة بني الجرف وزقابة و اقبلت غطفان ومنتبعهم من اهل نجد في ستة الاف فنزلوا بذنب نقمي يعني اكانت اللهم سميته الى جانب احد قريب من جبل احد وكان قدوم هذا الجيش الحرمزم الى اسوار المدينة بلاء شديدا ومخيفا جدا كما قال الله تعالى اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاقت الابصار وبلغت القلوب الحناجرة وتظنون بالله الذنون هناك ابتلي المؤمنون وجود زلزال شديدا فثبت الله المؤمنين كما قال وَلَمَّا أَرَأَ الْمُؤْمُنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَسَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمَانًا وَتَسْلِيمًا أَمَّا الْمُؤْمُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَتْ فَقَالُوا مَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا واستغرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن ممكتوم وجعل النساء والذرارية في الآطام ثم خرج في ثلاثة ألاف من المسلمين فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع وتحسنوا به والخندق بينه بين الكفار وبعد أن استقر المشركون وتهيأوا تقدموا نحو المدينة فلما اقتربوا من المسلمين فوجؤوا بخندق عريض يحول بينهم بين المسلمين فبهتوا وقال ابو سفيان تلك مكيدة ما عرفتها العرب فأخذوا يدورون حوله في طيش وقذب يطلبون نقطة يعبرون منها والمسلمون يرشقونهم بالنبلي حتى لا يقتربوا منه فيتمكنوا من الاقتحام أو من إهالة التراب وبناء على الطريق عليه واضطر المشركون إلى فرض الحسارة على المدينة بينما لم يكونوا مستعدين له إذ لم يكن ذلك في حسابهم عند الخروج فأخذوا يخرجون في النهار يحاولون عبر الخندق والمسلمون يجابهون لهم على طول الخط ينادلون ويرامون بالحجارة وقد كثف المشركون جهودهم مرارا وأداموها طول النهار واضطر المسلمون للاستبرار في الدفاع حتى فاتت منهم ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم السلوات ولم يتمكنوا من آدائها إلا بعد غروب الشمس أو قريبا من ذلك ولم تكن سلاة الخوف قد شرعت حينذاك وفي أحد الأيام وفي أحد الأيام خرج نفر من فوارس المشركين فيهم عمر بن عبدود وعكرم بن نبي جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم فقصدوا مكانا ضيقا من الخندقي واقتحموه وجالت بهم خيرهم في الساحة حتى بين الخندقي في الساحة التي بين الخندقي وجبر سلع فخرج علي بن نبي طالب في نفر من المسلمين فحال بينهم وبين المكان الذي اقتحموه الخندق فدع عمر بن عبدالبود إلى المبارزة وكان جريئا فتاكا فأقضبه علي حتى نزل من الفرس فتجاول وتساول حتى قتله علي وانحزم الباقون وقد ملأهم الرب حتى ترك عكرم رمحه وسقط أن وفل بن عبدالله في الخندق فقتله المسلمون وأصيب أثناء المرامى عدد قليل من الطرفين وبلغ عدد قتل المشركين عشرة وقتل المسلمين ستة وأصيب سعد بن معاذ بسهم قطع أكحله فدعاه فدعا فدعا الله أن يبقيه إن كان قد بقي من حرب قريش شيء وإلا فيجعل موته هذا الجرح فيجعل موته في هذا الجرح ثم قالا في دعائه وَلَا تَمُتْنِ حَتَّى تَغُرَّ عَيْنِي مَنْ قَلَيْذَا هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة